الخبير الأمني والستراتيجي كاظم الجحيش أهلا بك معنا في نشرتنا الإخبارية يعني استاذ كاظم بداية توقعات باجتعال الموقف على الحدود اللبنانية ما هو تأثير الحرب الشاملة في حال اندلاعها على المنطقة والعراق بالتحديد تفضل نعم بدلا تحييلكم أخي العزيز استاذ حسن وإلى قناتكم الكريمة وإلى مشاهديكم الكرام حقيقة الحرب حاليا التي على أقل التقدير بدأت شرارتها وبدأتها إسرائيل تجاه لبنان أعتقد هذا هو المخطط الذي نوه له الكيان الصهيوني وأمريكا نوهت له بأن التغيير القادم هو للمنطقة العربية وأنا أعتقد كمراقب جيد للأحداث بأن هناك تلوح في الأفق سايكيس بيكو جديد ولكن ما نراه على الأرض بالنسبة لإسرائيل تحاول جر أو سحب الفصائل وكل من يساند حزب الله في لبنان إلى هذه المعركة وأعتقد إسرائيل ستتريث الحرب البرية ما أعتقد ستخطأ هذا الخطأ لأن هذا خطأ ستراتيجي يعتبر ليش لأن الفصائل خاصة الفصائل العراقية أن تحدثنا عنها هي فصائل عقائدية خل نميز بين التصريح الحكومي والفصائل وتصرفاتها مع الكيان الصهيوني أو مع إسرائيل ومع أمريكا الفصائل تقول لك إحنا عقائدين الفصائل العقائدية تعمل بمنهاج العقيدة ولديها شعور ديني تجاه هذا الموضوع بعيدة عن كل البعد عن الرأي الحكومي ومثل ما تابعنا أخي العزيز التصريحات الحكومية لا سيما الأخيرة عن طريق وزير الخارجية العراقي الذي صرح بالحرف الواحد بأن الخطر يكون محدق بكل الدول التي تتدخل بهذه الحرب بما معناه هو تحذير أو نصيحة بعدم انجرار وجر العراق وسحب العراق لهذه المواجهة التي تعتبر إذا تدخلت أو تدخل العراق بها تعتبر حرب معلنة على إسرائيل وإسرائيل تحاول متباكية أمام دول العالم بأنها المظلومة بأنها هي من تم الاعتداء عليها وكانت تنتظر الرد من اتحاد الأوروبي بدليل الاتحاد الأوروبي أي يدها بالكامل والولايات المتحدة أكدت ولغاية البارحة في تصريحات عبر معحد واشنطن بأن الولايات المتحدة لن تتهاون مع أي دولة تحاول الاصطفاف مع لبنان أو حزب الله تحديدا في حالة المواجهة المباشرة التي تحدث استاذ حسن الموضوع الذي نحن بصدده الآن هو عبارة عن أمن قوم عربي إسرائيل ما من الممكن تدخل بهذا المنهاج وهذه الحرب المباشرة بل أعتقد ستدخلها بحرب غير مباشرة لأن تدخلت إذا كانت بحرب مباشرة هنا سيكون الخطر محدق بالأمن القوم العربي طيب أستاذ كاظم نعم يعني هنا الفصائل أكدت في وقت سابق أن التدخل الأمريكي السبب الرئيس في تدخلنا بأي مواجهة شاملة وخاصة أن تصريحات واشنطن المعلنة هي غير راضية عن فتح جبهة جديدة شمالية لإسرائيل يعني هل تتوقع أن جميع الفصائل المسلحة العراقية ستدخل وهل ستكون الجبهة اللبنانية مستقبلة باعتبارها تتخوف أمنيا من تدخل خارجي حتى وإن كان عراقيا نعم أخي استاذ حسن حقيقة الفصائل العراقية عرفت اللعبة وعرفت كيف يكون الرد بدليل من خلال تصريحاتهم تصريحات قادة الفصائل بالحرف الواحد بأننا لن نشارك من داخل العراق وهذا أهم شيء حتى لا يكون العراق ساحة حرب أو إعطاء ذريعة إلى الولايات المتحدة الأمريكية لضرب مواقع أو ضرب شخصيات داخل العراق تصريحات قادة الفصائل بأنهم سينتقلون إلى جنوب لبنان للقتال مع زملائهم من حزب الله وهذه المواجهة إن حدثت ستكون حرب داخل الحدود اللبنانية هذا موضوع أعتقد يدفع الخطر عن العراق وعن أرض العراق من ناحية القصف ومن ناحية أمريكا إذا اختارت مواقع هذا واحد اثنيا الولايات المتحدة الأمريكية استبقت هذه الحرب عن طريق تصريحات السفيرة الأمريكية الجديدة فوق العادة حيث أنها قالت بالحرف الواحد أنني عند التحاقي إلى بغداد سأضم العراق إلى النظام العالمي من ناحية الدولار ومن اقتصاديا وسأعزل العراق عن إيران وسأقوم بمتابعة وملاحقة الفصائل إذن إحنا هنا الولايات المتحدة الأمريكية مهيئة نفسها لضرب الفصائل سواء داخل العراق أو خارج العراق ولكن الفصائل بتصريحها الأخير وتصريحات قادتها الأخيرة بأنه المعركة إن بدأت سيكون التحاق جميع الفصائل إلى لبنان والقتال مع زملائهم في لبنان يعني أستاذ كاظم باعتقادك ما هو الرد الحكومي في حال قررت الفصائل الانضمام إلى المواجهة المرتقبة على الحدود اللبنانية وهل سيفتح باب الحرج من جديد أمام حكومة السوداني؟ نعم أخي العزيز هنا سيضع حكومة السوداني على المحاك بموقف حرج جدا على أقل تقدير أمام الولايات المتحدة الأمريكية وأمام مجلس الأمن وأمام الدول العظمى ولكن حدة الحرج ستخف إن كانت الضربات لا تكون من الإعراق أكرر كلامي إذا كانت الفصائل بما قالته وتعي ما قالته ونفذت ما قالته بأن الالتحاق يكون إلى الحدود اللبنانية ولا يكون العراق ساحة حرب هذا أعتقدي خفف من حدة حرج الحكومة ولكن بكل الأحوال السيد السوداني سيكون فريقه وحكومته ستكون محرجة أمام الولايات المتحدة الأمريكية أستاذ حسن حقيقة يبقى هنا التصرف الإيراني الجمهورية الإسلامية ما موقفها موقف الفصائل من موقف الجمهورية الإسلامية إذا أمريكا مثل ما طلبت من إسرائيل عدم استفزاز إيران أعتقد هنا الفصائل لكن بالمقابل استاذ كاظم هناك جهات إسرائيلية أعلنت أنها ستقوم بشن عملية عسكرية داخل العراق ضد فصائل مسلحة وقيادات أيضا نعم استاذ حسن هنا إذا شنت إسرائيل حرب معلنة على العراق معلنة رسميا على العراق فمن حق العراق والحكومة العراقية أن ترد بكل الوسائل المتاحة إذن في كل الأحوال العراق ذاهب لربما لا سامح الله إلى حرب هو بعيد عن مرتكزاتها وليس بقريب من الحدود الإسرائيلية لكن هل أرض العراق مهيئة؟ لا والله يا أستاذ حسن إحنا ما مهيئين أرض العراق ما مهيئة لمثل ولا المجتمع العراقي ولا الشعب العراقي لأننا حتى العراق كله بأكمله مع الشعب العراقي ما مهيئين لمثل هذه الحرب لأن إحنا شبعنا حروب ولدينا من الشهداء والمقابر امتلأت بشهداءنا وشبابنا من كل من الفصائل من الكل أنا لا أستثني أحد إحنا ما مهيئين ولا مستعدين لهذه الحرب إحنا ليش نكون حطب نار بالوكالة؟ ولكن قلت لك إحنا نحترم كل الجهات التي تذهب بالاتجاه الذي يذهب إليه للتهدئة وضبط النفس ليش لأن هذه المواجهة مواجهة إسرائيل مع العرب إذن إحنا هنا الأمن القومي العربي والعالم الإسلامي هنا هناك الكهواية اعتبارات تدخل بها فما أعتقد العراق سيدخل وخاصة حسب التصريحات الحكومية وغير الحكومية وقادة الكتل لا سيما القادة البارزين كلهم يدعون إلى التهدئة ولديهم اتصالات بالفصائل بأنه العراق ينأى بنفسه عن هذه المواجهة ولكن الفصائل أيضا لعبتها صح صرحوا بتصريحهم الأخير بأنه إحنا مرح لا نطلق من داخل العراق شيء لا نضرب من داخل العراق شيء لا صواريخ لا مسيارات من داخل العراق ولكن إن حدث توغل أو حدث هجوم على جنوب لبنان إحنا نتوجه ونقاتل مع أخوتنا في لبنان إذن المعركة تكون في لبنان وهذا هو عين الصواب حتى يكون مساندة للبنان باعتبارنا عرب بعرب ومسلمين هذا واحد غير اعتبارات ولكن إذا أطلقت من داخل العراق صواريخ إذن أرغمت الحكومة العراقية على أنها شريكة بهذه المواجهة نعم نتمنى السلامة للبنان ولغزة نعم سلام إن شاء الله لأهل غزة وللبنان وللعراق الحبيب وشعب العراق الحبيب ولشبابنا كلهم إن شاء الله السلام يا رب بإذن الله الخبير الأمني والستراتيجي الأستاذ كاظم الجحيشي كنت معنا وعلى الهواء مباشرة شكرا جزيلا لانضمامك إلينا أعلن جهاز الأمن الوطني ضبط شبكتين لتزوير المعاملات التقاعدية في البصرة الجهاز قال في بيان إن مفارز الأمن الوطني ضبطت شبكتين لتزوير المعاملات التقاعدية